أردن نحبك موت والله نحبك موت نادينا على الصوت يا أردن نهار يا بلادي يا بلادي يا بلادي أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية رحبوا معي بإخصائية التربية الخاصة ينال نعامنة بداية أنا ساد مساكي ومساكي يا رب كلك زافي بداية تعرفيني وتعرفي أستاذ المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك اسمي ينال نعامنة تخصصي تربية خاصة حالياً أنا بكمل ماستر على نفس تخصصي بمجال تخصصي أنا اشتغلت ودورت بأكتر من مركز أخذت نظرة شاملة عن موضوعي اللي بدأ أشتغل فيه أو اللي بدأ أركز هدفي عليه شفت الإيجابة وشفت السلبي لقيت السلبي أكتر من الإيجابي مما خلاني أنه أنا أعتمد على نفسي لأوصل فكرة الاستقلالية لطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وأحقق هدفي اللي أنا بديه نعم بالتوفي شو هي أهم الخدمات اللي أنت عم بتأدوينها الوصول للتوازن للطفل من خلال مروره لثلاث مراحل انتقالية اللي هي الطفولية المتوسطة والمراهقة للوصول إلى أعلى درجات الاستقلالية للطفل طبعاً بطريقة ممنهجة ومدروسة بطريقة صحيحة نعم بس أصند شوية المشاكل والمعاوقات اللي أنت عم بتواجهها بالمجالة طيب خلينا نحكي بالإقديم وبمشروع الجديد تمام هلأ بالإقديم ما أصحاب المراكز ما بعتوا حق الأخصائي التربية الخاصة بتوصيل رسالته بشكل صحيح وإيجابي كما يجب لطالب ذوي الاحتياجات الخاصة هاي أول شغلة تاني شغلة واللي هي الشغلة المهمة اللي بعانوا فيها كتير من الأخصائي التربية الخاصة اللي هي فكرة تعديل السلوك إنها لازم تكون بشكل صحيح وكما يجب أما طبعاً بمشروع الجديد اللي هي فكرة التعاون الأهل مع أخصائي التربية الخاصة هلأ إحنا كيف بنا نوصل الطفل للاستقلالية في حال الأهل ما تعاونوا مع أخصائي التربية الخاصة طبعاً أنا بقدم له واجبات بقدم له أنشطة بحيث أنه يروح فيها على البيت أنه يتممها وأشوفه أنه تمام أتممها بالبيت لحتى أنتقل للمرحلة اللي بعديها أنه ننجز مرحلة بمرحلة لنوصله لأفضل مستوى ننتقل إلى الجانب الوطني لو قدر لك والتقيت بصاحب جلالة ماذا أستقول له؟ بتشرف بلقاء سيدنا وسيدنا جلالة الملكة رانيا وبتشكرها كثير لإهتمامها بفكرة التعليم وعملية تطويره وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة لقدرات الطفل لكل مرحلة مراحلة طبعاً برجوا منها كفكرة أنه تجديد المراقبة والمتابعة لمراكز ذوي الإحتياجات الخاصة بشكل دوري ومساجئ نعم بس أكيد أنت في حد ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لو وصلت لها المرحلة فأنت لمين بتحبيت وجهي الرسالة؟ شكر عبر برطة طبعاً أول إشي أنا ما توفيقي إلى بالله سبحانه وتعالى أنا بشكره دائماً أبداً طبعاً أنا بشكر بابا بدعمه إلي ووصولي لهاي المرحلة ودعوات يعني ماما بالأكيد وإخواني وغير هيك أنا كمان بشكر كثير اللي دعم فكرتي وساعدني أنا وفريق عملي لتوصيل وتحقيق هدفنا بطريقة صحيحة طلاب ذو الإحتياجات الخاصة اللي هو صاحب روضة توائم تالية الدكتور أيمن مسعدي نعم كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ من خلال العنوان اللي هو إربد إيدون روضة توائم تالية شكراً إليك عمي بطي وفي نهاية هذا اللقاء أعزاء المشاهدين أود أن نشكر أخصائيات التربية الخاصة ينال على حصن صدافتها لنا وعلى أمل اللقائبكم مجدد أن نورت وشاعركم شكراً إليك عمي بطي شكراً إليك شكراً إليك اشتركوا في القناة